طيب الجزئية التانية وهاختم بيها فقر الترند الترند وانا تعمد تتأخر شوية ما اتكلمش فيها لغاية لما اسرد بعض التفاصيل عشان الناس تفتكر الكلام ده النهاردة وحنا بنكلم في تاريخ سبعة سبعة وهي جزئية متعلقة لما الكابتن حسين لابيب رئيس نادي الزمالك اللي كنا بنقدره بنحترمه بصراحة على المستوى الشخص وعلى المستوى المهنة وعلى المستوى الرياضي شخصية عظيمة بنتمنى له التوفيق في الفترة الجاية عشان يقدر يعيد نادي الزمالك ان شاء الله في الفترة القدام عشان تكون المنافسة قوية في الملعب المنافسة الرياضية اللي احنا كلنا بنتمنىها لكن قال كلام مهم جدا متعلق بتلبية طلبات اتحاد الكورة لكل طلبات نادي الزمالك ودي متوسقة صوت وصورة طب تعالوا كده مع بعض نشوف خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتت النادي الاهل لما كان بيطلب طلبات منطقية من اتحاد الكورة كان بترد عليه في ايه النادي الاهلي في مباراة النصر في كأس مصر انا فاكر اليوم ده الاستاذ سرق انديل عضو مجلس ادارة الاهل كان حضر الاجتماع وكان اتحاد الكورة حتى مباراة كأس مصر والاهل والنصر يلعبوا برا القاهرة فالاستاذ سرق انديل عرض على المهندسة احمد ميجاهد وقال له طب المباراة الفريقين المقريم يلعبوا في القاهرة توقيت المباراة متأخر طب ما نقدمه عشان للمباراة الافريقية في الاجتماع يتقل له حاضر بعد الاجتماع ما خلص والاسترقان دي الرجع النادي بعدها بساعة بعد فاكس بنفس التفاصيل فطلب تأديم مباراة الناصر والمباراة تلاحف في القاهرة اترفض ادي اول طلب الطلب التاني استقدام حكام اجانب تبقى للليحة لم يناقش ولم يرد وزا ما انت شايفين حكام مصريين والفار دايما لمشكلة الازالية عايزين حكام دولين في الفار لكن هو دايما عنده ترجط حكام الدرجة التانية والتالتة هم الموجودين في الفار طيب تأجيل مباراة للاهلي اللي بتحصل ما بين مباراة الفرقة الافريقية اللي كانت في الفترة السابقة كانت بتترفض لعبت 8 مباراة في 22 يوم محدش قالك ولا سألك تلعبهم ولا ما تلعبهمش هو ده الجدل هو ده لها تلعبه والاهلي لعبهم والحمد لله لسه بينافس في المسابقة شكاوي وكذا مذكرة بعتت بصوب اخطاء التحكيم ومحدش رد عليك دور الشباب دور التسعة وتسعين وجبت لكم برحمة الاخر وقلت دور التسعة وتسعين مش هيتحسن فيه ما حاجة ولا هيطلع فيه قرار لان نتيجة هذه المسابقة ونتيجة مباراة الاهلي والزمالك لو اتخذ فيها قرار هتكون مؤسرة على ترتيب الزمالك في الدور العام بسبب مشاركة احد اللاعبين بشكل غير قانوني لانه لم يستنفذ العقوبة في دور التسعة وتسعين من الاخر وبدو اللفه دوران المطش ده مش هيتحسم ومش هيتطلع فيه قرار وتقال كده بأسلوب بصراحة ما كانش عاجبني انها دورة تنشطية ازاي دورة تنشطية ده انت بعت اي دورة رسمية وبعت اللايحة وبعت كل التفاصيل تنشطية ازاي واحنا بنلعب في الشرح نبدلعب كورة يا جماعة وفي مسابقة رسمية وفي منتخب المفروض في مراحل ناشئين وفي مسابقات شباب الاندية بتستفيد منها والمنتخبات بتستفيد منها فازاي تقول دورة تنشطية شفتوا انا عدت لكم بس في اخر اربع شهور ست سبع طلبات كانت منطقية وواقعية ولم يلبى فيها اي طلب في المقابل بيلب طلبات نادي الزمالك كلها وتسألنا تحبوا نأجل لكم المباريات اللي جاي في الدورة يقولنا لا نلعبها لان الكارتيرون كان لي وجهة نظر ورجل محترف قال لك ألعب عشان أزود فريق النقاط مع الاه والاهل لم يجي يرجع يلعب المباريات المضغوطة دي يكون عنده ضغط انه عايز يقدر يحصل نادي الزمالك وجهة نظره وتحترم وهو عايز يكون فيه منفسة مع الاهلي والزمالك او منفسة مع الاهلي في الدورة لكن على قال تسألت على قال تتاخد وجهة نظرك شفتوا الفرق ما بيمقصين بقى المؤامرة الكونية جو المظلومية اعتقد كل حاجة بقت متوسقها صوت وصورة والنازل الوقت عرفت المؤامرة الكونية فين والمظلومية عند مين ده ترند الترند النهاردة وده اللي بيصار عبر السوشيال ميديا سواء في مسألة تلبية طلبات اتحاد القرى للأندية تحديداً الاهلي او الزمالك وموضوع نادي القرن ورد وزارة التنوين طلبك مرفوض يا فندم شكراً لحضراتكم اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نشوف استعدادات الاهلي لمباراة المؤولين ونتطمن على حالة الفريق ان شاء الله قبل مطش المؤولين لبقرة ان شاء الله هيتلاقي بالساعة 9 مساء على استاد بيترو سبورت بإذن الله ان شاء الله تكون نتيجة موفقة للأهلي بعد الأداء المميز أمام فريق سموح شكراً للمشاهدة